هاي يا بنات ازايكم يا رب كلكم تكونوا بألف خير وكل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم علينا كلنا النهاردة يا بنات الفيديو بتاعنا هيبقى ريبيو عن منتجات مختلفة بالربطها في الفترة الأخيرة فلو مهتمين كملوا الفيديو للآخر اول منتج يا بنات هكلمكو عنه هو لوشن لونا اللي بزبدة الكاكاو هو نازل جديد هتلاقيه متوفر في الصيدليات سعره تقريبا 75 السعر بتاعه مرسابة قوي حجمه 300 جرام الحجم بتاعه كويس اه انا استخدمته كتير جدا في الفترة الأخيرة النتيجة بتاعته معايا كانت جميلة جدا بيرطب البشرة حلوة جدا جدا زي ما قلتلكو هو بزبدة الكاكاو الملمس بتاعه مش خفيف وفي نفس الوقت مش قتال حاجة الملمس بتاعه متوسط بيتفرد بسهولة على الجسم وبشرتك مش بتمتصه برضو أسرع حاجة بس ممكن دقتين تلاتة وتلاقي بشرتك امتصته بسهولة واول ما بشرتك بتنتصه مش بيبقى ليه أي ملمس دهني على البشرة خالص اه بتلاحظ بس ان ينتي بشرتك مترطبة ونعمة اه ريحة بتاعته ريحة زبدة كاكاو الريحة بتاعته مش ريحة عطورة أو أي حاجة ريحته زبدة كاكاو خام بس ريحة مش وحشة هتتقبليها اه فهو حلو والنتيجة بتاعته حلوة جدا في الترطيب لو محتاجة حاجة قوية لترطيب بشرة الجسم فانا انصحك انك تجربيه كمان هو هيقعد فترة كويسة الحجم بتاعته ومش صغير السعر بتاعته كويس جدا فانا حبيته قوي بصراحة تاني منتج يا بنات هكلمكو عنه هو المست ده من بس عند بادي ووركس كنت كلمتوكو عنه في فيديو مش ترياتي اه ليه فترة كبيرة بستخدمه ريحة بتاعته عجباني جدا جدا ريحة بتاعته نعمة وخفيفة ورقيقة ريحته ظهور وورود فانت لو بتحب ريحة الورد زيه فهو هيعجبك اللي معايا ده الحجم الكبير اللي هو 236 ملي سعره تقريبا كان في حدود 200 او 250 فهو ريحته جميلة جدا ريحته منعشة وهيبقى مناسب جدا على فكرة للصيف فهو حلو قوي بالنسبة للصبات بتاعه تقريبا بيقعد ثابت مش كتير قوي ممكن يفضل اربع او خمس ساعات ريحته بينا بعد كده الثابات بتاعه بيقل شوية بس هو حلو جدا وريحة بتاعته جميلة جدا ومنعشة فانا حبيته قوي بعد كده بنات هكلمكو عن غسول البشرة ده من ايفا بيوايت للبشرة العادية مكتوب عليه انه بخلاصة الترمس والعير اسوس ليه فترة باستخدمه النتيجة بتاعته مش احلى حاجة ومش وحشة النتيجة بتاعته متوسطة هو بينظف البشرة كويس مش بيعمل اكتر من كده مش بيفتح البشرة مش بيعمل تفتيح خالص للبشرة هو بينظف البشرة كويس زي اي غسول القوام بتاعه جل خفيف شوية بس هو مش بينشف البشرة انا بشريتي دهنية وبستخدمه النتيجة بتاعته بتبقى كويسة بينظف بشريتي كويس من غير ما ينشفها فدي حاجة كويسة ممكن برضو يبقى مناسب للبشرة المختلطة مزودنش برضو انه هي نشفها فلو انت حابة تجرى بيه جرى بيه هو مش وحش سعره رخيص والكمية بتاعته كويسة هيعود معاك فترة كويسة فممكن تجرى بيه بعد كده يا بنات هكلمكو عن تونر البشرة ده من بيز لاين التونر ده بناية حجمه 200 ملي سعره 180 جنيه مكتوب عليه ان هو تونر مفتح للواجه وبيدي اشراقه للواجه استخدمته كتير في الفترة الاخيرة هو بينظف البشرة كويس زي اي تونر كويس هو بينظف البشرة بس مش بيفتحها مش بيخلي فيها نظارة ملاحظتش كل ده فانا حسيت ان هو تونر عادي يعني هو بينظف البشرة كويس وخلاص سعره غالي اوي انا شايف ان هو سعره غالي 180 على 200 ملي حسنا هو سعره غالي انا على طول بستخدم التونر بتاع باي فاز كلمتوكو عنه كتير جدا هسيبلكو صورته حجمه كبير جدا وسعره تقريبا 100 جنيه بينظف البشرة كويس اوي وبيبقى خفيف على البشرة مش بيسيب اي ملمس فهو نتيجة بتاعته حلوة يعني انا مش هرجع استخدم تاني التونر بتاع بيزلاين هو مش وحش بس زي مقلتلكو حسنا هو سعره غالي جدا على النتيجة بتاعته وعلى الحجم بتاعه فهو يعني مايستهلش المبلغ الكبير ده ممكن بمبلغ اقل تجيبي تونر يكون حجمه كبير زي بايفاز وبينظف البشرة كويس ونتيجة بتاعته حلوة اوي فهو مش وحش هو كويس بس زي مقلتلكو في انواع تانية ارخص منه ونتيجة بتاعتها زيه بالزبط فمش هرجع اكرره تاني وزي مقلتلكو بينظف البشرة كويس فلو حب تجربيه جربيه بس انا مش هكرره تاني لاني ملاحظتش حاجة بيعملها اكتر من التونر بايفاز مثلا بيعملها النتيجة بتاعتهم تقريبا واحدة فهرجع تاني استخدم تونر بايفاز وده رأيي كان فيه فلو حد تجربوا برضو قلولي رأيكم فيه ليا فترة يا بنات بستخدم الليب بالم دي من اللونة اللي هي اللاين الجديد اللي بجزء الهند قبلها كنت بستخدم من نفس اللاين اللي ببال من اللي هي بالورد والنتيجة بتاعتها كانت حلوة قوي معي كانت بترطب الشفايف حلوة قوي وقعدت فترة طويلة جدا معي وكانت برضو اللون بتاعها حلو كده وهادي فكانت عجباني قوي خلصت من عندي حبيت ان انا اجرب حاجة ما يكونش فيها لون اشوف فيه فرق ولا لا فحبيت هشتري اللي هي بجزء الهند سعرها رخيص جدا يا بنات مش بتزيد عن عشر جنيه وبتلاقيها متوفرة في اي اه سيدلية ليا فترة بستخدمها النتيجة بتاعتها في الترطيب حلوة اوي 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 ا انا اه بشوف ربيوهات كتير اوي عن الليب بالم بتاعت لونة فانها النتيجة بتاعتها وحشة مش بترطب الشفايف مع ناس كتير اوي بس بالعكس النتيجة بتاعتها معي حلوة اوي سواء اللي فيها لون او سواء اللي ما فاش لون بصراحة نتيجة بتاعتهم معي بتبقى جميلة جدا بيرطبوا الشفايف حلوة اوي 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 فانا حبيتهم وتقريبا هجيب منهم اي كتاني كتير فكنت بستخدم زي ما قلت لكم اللي بجوز الهند دي ونتيجة بتاعتها في الترطيب حلوة جدا نتيجة بتاعتها معي بتبان من اول استخدام يعني انا بستخدمها مرة واحدة بس قبل ما بنام بصحب الاقي شفافي مترطبة وشكلها صحي وحلوة اوي فهي نتيجة بتاعتها معي جميلة جدا اخر حاجة بنام اتكلمكو عنها وهي الميني سبلاشات دي من ابوبا ابوبا منزلة لاين جديد في خمس روايح من الميني سبلاش اه حجمه خمسة وخمسين ميلي سعره مش بيزيد عن عشرين جنيه وتلاقيه متوفر في صيدليات كتير حبيت ان انا اجرب روايح من عندهم فاشتريت اللونو بينك اللي بالورد واللونو اصفر اللي بجوز الهند والفانيليا اللي لونو بينك يا بنات اللي بالورد ريحة بتاعته حلوة اوي ريحته مش ورد اوي بس ريحة بتاعته حلوة مش وحشة خفيفة ومنعشة ومنسبة جدا للصيف فريحة بتاعته كويسة اما يا بنات بالنسبة اللونها اصفر اللي بجوز الهند والفانيليا فالريحة بتاعتها ما عجبتنيش خالص ما فيهاش اصلا ريحة جوز هند ولا ريحة فانيليا هي عبار عن ريحة شجري بس ما فيهاش اي روايح من جوز الهند او الفانيليا فانا ما حبتهاش خالص كمان هتحسوا ان هي ريحتها شجري بزيادة اوي وانا اصلا مش بحب اوي الروايح الشجري فما عجبتنيش خالص اللونها بينك حلوة لكن اللونها اصفر مش حلوة خالص فده كان رأيه فيه وبكده يا بنات يكون الفيديو بتاعنا خلص يارب يكون عجبكم ما تنسوش تعملوا لايكو شير واشتركوا بقناتي علشان يوصل لكم كل الفيديوهاتي الجديدة شوفكم على خير في فيديو جديد